حملت لها شرعك الأنوار فعم الضياء وولى الظلام وأعليت صقف عدى الرشاب فأنت الأمين وأنت الإباب عليك السلام وعليك السلام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رمب العالمين وصلى الله وسلم وبرك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أحبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بعد ما دخل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من المدينة بدأ بوضع الدعائم اللي كان لبدأ منها القيام الدولة الجديدة معالم هذه الدولة هي صلة الأمة بالله سبحانه صلة الأمة بعضها بالبعض الآخر رسلت الأمة باللي يعني ما كيدينوش بدينها فكانت أول دعامة هي بناء المسجد اشترع رسول الله عليه السلام في بناءه مع الأصحاب دياله وحفر الأساس دياله وتلتا ديال الأدرع وتبنات الحيطان دياله فكانت ما كتزيدش على قامة الرجول إلا قليلا تبنات بلياجور اللي مصنوع من الطين وتثقف جزء منه بسعاف النخيل الجريد وبقال جزء الآخر مكشوف وفي الناحية الشمالية في مؤخرة المسجد تقنت ظل من الجريد على قوائم جذوع النخل كانت كانت تسمى الصفة تخصت باش تآوي الفقراء اللي كانوا ما كيملكوشي سكن أما الأرض دياله فبقات مفروشة بالريمان والحصى وبني يا رسول اللي صلى الله عليه وسلم حجرات حول المسجد باش تكون مساكن ليه والأهل دياله تبنات بحل مسجد دياله من الطين وكانت ثقفها من جذوع النخل والجريد وكانت ضيقت المساحة ثقف دياله قريب بحيث كيوصلوا الغلام كيوصلوا بالدي كان مسجد وبيوت النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في غاية البساطة والتواضع شارك النبي صلى الله عليه وسلم الأصحاب دياله العمل والبناء وكان كيحمل الحجارة وكان قل يجور على الصدر دياله والكتيفين دياله وكيحفر الأرض بيديه بحل واحد منهم وتعجبون مسلمين من النبي صلى الله عليه وسلم ومغبار فتقدموا سيد بن حاضير رضي الله عنه باش يهز على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أعطينيه يعني تقولوا أعطيني الطوب نهز عليك فقال اذهب فاحتمين غيرها قالوا سير وخذ وخذ وحد أخر من غيره فإنك لست بأفقر إلى الله مني اسمعوا المسلمون دكشيك يقولوا النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه فازدهدوا نشاطا واندفاعا في العمل مش هد فريد من نوع أحبتي لا مثيلة له صلى الله عليه وسلم في تواضعه فهو كي نازع الحجر أحد أفراد المسلمين وكي بيليه أنه أفقر إلى الله تعالى وأحرص على التواب دياله منه إنها التربية العملية من رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام لما سمعوا هذا الكلام تفاعل وتفاعل يعني عظيم في البناء وانشدوهما يقولوا اللهم إن العيش عيش الآخرة فانصر الأمصار والمهاجرة لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل هذا الحمال لا حمال خيبر هذا أبر لربنا وأطهر فشوفوا يعني أحمل التمر والزبيب اللي كانت كانت جي من خيبر للمدينة واللي كانت لها يعني ما كانتها في المجتمع اللي يتريبي صبحت ما تتذكرشي وما عندها حتى قيمة قدم حمل طوب لبناء المسجد النبوي العظيم فقد أيقنوا من قول الله تعالى في صورة النحل ما عندكم ينفد وما عند الله باق أحبتي في الله بدأت صلى الله عليه وسلم بوضعه كيف قتلكم لبنات الدولة الجديدة وكانت لبناة الأولى هي المسجد علش المسجد أحبتي المسجد لأنه من أهم الركائس بناء المجتمع الإسلامي بناء صلى الله عليه وسلم باش يكون مكان العبادة دي المؤمنين من صلاة وذكر الله تعالى كيدخلوا كله مسلم كيقيم فيه صلاته وعبادته في أمن وسلام كيف بناء صلى الله عليه وسلم باش يكون المكان اللي كيتلقى فيه بالأصحاب دياله اللي كي يوفدوا عليه طلبا للهداية ورغبة في الإيمان بالدعوة دياله بناء أيضا صلى الله عليه وسلم باش يكون الجامعة ديال العلوم والمعارف اللي حث القرآن الكريم على النظر فيها وباش يكون مدرسة كيتدرسوا فيها المؤمنين أفكارهم ومعهد كي يجيه طلاب العلم من كل مكان باش يتفقوا في الدين ويرجعوا لأقوام ديالهم داعين إلى الله ابن صلى الله عليه وسلم باش يلقى فيه الغريب مأوى وإبن السبيل مستقر فاشحل من قائد تخرج فيه واشحل من عالم تعلم فرحابه ثم أقبل على الناس كيرو يعطشهم المعرفة واشحل من داعي إلى الله تلقى فيه دروس الدعوة إلى الله فكان أسود الدعاة وقدوة ديالهودات واشحل من أعرابي وفد عليه فدخلوه وشف أصحاب رسول الله عليه وسلم حاولو كي يسمعوا منه وكأن على رؤوسهم الطير فاسمع معاهم فعقل وفقه وهتذا ثم مرجع للقوم دياله إماما يدعوهم إلى الله وكيربيهم بالعلم لتعلم فآمنوا بالدعوة دياله اهتذاوا بهديو ابن صلى الله عليه وسلم باش يكون قل على الاجتماع المجاهدين كالتعقد فيه ألوية الجهاد والدعوة إلى الله وكالتخفق فيه فوق رؤوس القادة الرايات للتوجه المواقع الأحداث وفضلها كيوقف جوند الله كيوقفوه في نشوة ترقب النصر أو الشهادة ابن صلى الله عليه وسلم باش يكون مصدر لبريد الإسلام منه كتخرج الأخبار والرسائل وفيك تتلقى الأنباء السياسية سيل مكانت أو حرب وفيك تتلقى أيضا كتقرى رسائل البشائر بالنصر ورسائل طلب المدد وفيه ينعى المستشهدون في معارك الجهاد باش يتأسوا بهم الناس ويتنفسوا على الاقتباء بهم أحبتي في الله المسجد هو قلعة الإيمان وحصن الفضيلة ومنار للهداية النهار اللي تبنى تبنى باش يكون مهد للانطلاق الكبرى لشهدها التاريخ فما تعرفش في تاريخ أي حضارة معلم الثر في مصار الإنسانية بحل مسجد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فهذا صلاح الدين الأيوبين هاد اللي يخضى الله بيديه باش يرجع بالأمة السالفة عزها ويسترجع ليها بإذن الله كرمتها بدأ أول ما بدأ بدأ بالاهتمام بالمساجد فأمر العلماء أنهم يعمرواها بدروس العقيدة والفقه والسيرة واللغة أرجع الأمة لبيوت الله فإذا بالحياة كذب في العروق من جديد وإذا بالنصر كي يجي وبالعز يقبل وما هي إلا لحظات في زمن التاريخ حتى الترددات في جنبات مصر الحبيب وأولى القبلتين أصداء الآذان وتكبيرات النداء بعد أن كان يعني خروج الملاقات الأعداء بعد صلاة الجمعة خرجوا باش يتلقاهم بعد صلاة الجمعة وخرجوا معه المسلمين من المساجد إلى الجهاد وهم تيكبروا وكيتضرعوا الله فانصرهم الله إنها الأوبة الصادقة والإنطلاقة المباركة أحبتي في الله المسجد هو قلعة الإيمان وحص الفضيلة ومنار الهداية نهار اللي تبنى تبنى باش يكون مهد الانطلاقة الكبرى اللي يشهدها التاريخ فما تعرفش في تاريخ أي حضارة معلم أثطر في مصار الإنسانية بحل مسجد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فهذا صلاح الديل الأيوبي نهار اللي يخضى الله بيديه باش يرجع بالأمة لسالف عزها ويسترجع لها بإذن الله كرمتها بدأ أول ما بدأ بالاهتمام بالمساجد فأمر العلماء أنهم يعمرواها بدروس العقيدة والفقه والسيرة واللغة ارجع الأمة لبيوت الله فإذا بالحياة تكذب في العروق من جديد وإذا بالصبر كي يجي وبالعز يقبل وما هي إلا لحظات في زمن التاريخ حتى تردت في جنبات مصر الحبيب وأولى القبلتين أصدأ الآذان وتكبيرة النداء بعد أن كان خروج الملاقة الأعداء بعد صلاة الجمعة وخرجوا معه المسلمين من المساجد إلى الجهاد وهم كيكبروا وكي تضرعوا الله فانصرهم الله سبحانه إنها الأوبة الصادقة والإنطلاق المباركة أحبتي في الله من أصرار عظمة هذه الأمة هي هذه الصلة القوية القائمة بين الجماعة الممنة والمسجد أو الجامعة كي كانوا قولوا فالجامعة ما تسمى شي جامعة إلا هذه الصلة القوية بينه وبين الجماعة علش؟ لأنه كي جمع شتت الناس وكيوحد ما بينهم لما كي يجتمعوا فيه وقد جردوا من كل شيء إلا الإيمان بالله والعمل صالح الجماعة فواجبنا اليوم كأمة يعني كتسعى لتأكيد ذاتها وإبراز وجهها الحضارة المشرق والنهوض من جديد واجبنا أننا نربطو حياتنا أكثر فأكثر بمصدر القوة والإيمان في حياتنا نجعلوا منه مركز إشعاع في حياتنا نستفدوا منه روحيا وثقافيا واجتماعيا فهي بحمد الله الجهود يعني كتبذل في بلدنا الحبيب من أجل إحياء دور المساجد وبعت رسالتها ففتح المساجد البرنامج محو الأمية الأبجدية والدينية والوطنية والصحية الحمد لله ببركة المسجد حقق نتائج وإنجازة طيبة تجاوزت المتوقع وهذا من مكارم أمير المؤمنين حفظه الله الراعي الفعلي لهذا البرنامج وهي الكراسي العلمية في مختلف العلوم الشرعية واللي جمعت يعني أثلنا مباركة من العلماء المغرب الأفداد وهي دروس الوعد والإرشاد والأنشطة الثقافية المختلفة اللي كتشرف عليها المجالس العلمية المحلية فنحرص أحبتي يعني أننا نكون من عمار المساجد نحرص أننا نحضر يعني نحضر الصلوات فيها نحضر دروس الوعد والإرشاد ونطلب العلم ونتعلم بين جانباتها فقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم إن للمساجد أوتادا هم أوتادها لهم جلساء من الملائكة فإن غابوا سألوا عنهم وإن كانوا مرضى عادوهم وإن كانوا في حاجة أعانوهم وفي رواية ما من رجل كان توطن المساجد يعني تعود على إثان المساجد فشغله أمر أو علّة ثم عاد إلى ما كان إلا يتبشبش الله إليه كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم وهذا مثل يعني ضرب لنا الدلال على تلقي الله هذا العبد المؤمن بالبرد يليه كرمه وتقريبه إياه مع الفرح يليه بعوده ومقدمه وقد جاء في الحديث القدسي إن بيوت في أرض المساجد وإن زواري فيها وعمارها فطوبى لعبد تطهر في بيته ثم زارني في بيتي فحق على المزور أن يكري مزائرة وكيقول الشيخ محمد الغزالي رحمه الله في بيان قول الله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه كيقول فأتصور أن الرفع هنا ليس للدعائم والجدران إنما هو للساحات الطهور التي تخصصت للركع السجود فبعد أن كانت أرضا عادية يغشاها أي إنسان أضحت أرضا لا يدخلها إلا متوضع وبعد أن كانت لأي غرض عادي أضحت همزة وصل بين الناس ورب الناس ومهادا للمعراج الروحي الذي ينقل البشر من مشاغل الدنيا إلى مناجات الله وتسبيحه وتمجيده أليس هذا ارتقاء معنويا للأرض نفسها فلا عجب أن ترى المسجد مهبطا للملائكة ومرتعا لعباد الله الصالحين في الأرض إذا حزبهم أمر هرعوا إليه ولجأوا فيه إلى الله جل وعلا القادر على كل شيء والسميع لمن ينادي والمجيب لمن يدعو والمغيث للمضطر والملهوف والشاف لجميع العلل والأسقام والملاد لمن يلوذ به ويربط المسلم في المسجد حبله بحبل السماء الذي لا ينقطع وفي المسجد تزكى الأنفس وتقر الأعين وتهدأ القلوب وترتاح الأرواح ولا يشعر المسلم بالراحة والطمأنينة إلا بمعية الله جل وعلا وفي المسجد تتصافى النفوز أتذكرنا الحسن بن علي رضي الله عنه ابتمار ذلك فكي يقول من أدام الاختلاف إلى المسجد أصاب ثماني خصال أشنين الخصالة الأولى؟ آية محكمة وأخا مستفادا وعلما مستطرفا ورحمة منتظرة وكلمة تدل على هدى أو تردعه عن ردى وترك الذنوب حياء أو خشية والهد الشهادة قال حبيبنا عليه من الله صلاة وتسليم المسجد بيت كل تقي تكفل الله لمن كان المسجد بيته بالروح والرحمة والجواز على الصراط إلى رضوان الله إلى الجنة إنها بيوت الله أحبتي لدخلها أمنى واهتدى تقول الله إنما يعمر مساجد الله منامن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين وكان ختم كلامي أحبتي وكان قول بأن المسجد هو قلب المجتمع المسلم والشيريان دي الحياة الاجتماعية وهو كيعكس صورة المجتمع المسلم في كل عصر وكيحدد مستوى التلاحم والتضامن بين أبناء الأمة الإسلامية في لقية المساجد عامرة فكن على يقين بأن الأمة الإسلامية قريبة هي قاب قوسين أو أدنى من النصر والتمكين والعدو تنبه لدور المسجد والأهمية ذي الوحدة أنهم قالوا إذا اكتضت المساجد بين المسلمين لصلاة الفجر كصلاة الجمعة فعندها يأتي نصرهم وتأتي هزيمتنا أحبتي في الله حلقتنا سالة لهذا اليوم أطلقكم إن شاء الله في الحلقة القادمة من أجل الحديث على الدعامة الثانية من دعائم بناء المجتمع الجديد في المدينة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نبياً هداً يا رسول السلام ويا مرسلاً رحمةً للأنام عليك الصلاة وعليك السلام عليك الصلاة وعليك السلام وصاحبك والتابعين الكرار بك الله أحيا نفوساً وراء وكنت لها الموقذة الأكبرا حملت لها شرعك الأنوارا فعم الضياء وولى الظلام وأعليت صقف عدى والرشاب فأنت الأمين وأنت الإباب عليك السلام عليك السلام